تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية هو زيادة الفايدة لأنه طبيعي أنه أي زيادة فيه معدلات التضخم لازم بيقابلها زيادة في سعر الفايدة وده حصل في معظم البنوك المركزية العالمية على سبيل المثال وأولها كان البنك الفيدرالي الأمريكي بالتالي كان متوقع أنه يحصل نفس الإجراء في مصر لمواجهة التضخم العالمي خلينا نتكلم أكتر مع ضفنا في الستوديو الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري عشان نفهم منه أكتر يعني إيه بقى كل هذه القرارات أعلم بحضرتك وصباح الخير على كل السعادة المشاهدين صباحا نور فنم طيب يعني إحنا دايما بنحاول نوصل المعلومة ومبسطها للسعادة المشاهدين فعايزين نعرف من حضرتك بداية إيه المقصود برفع سعر الفايدة وإمتى ده بيحصل طب أنا حابب بس أرجع خطوة كمان لورا وأقول إيه المقصود بالتضخم يعني إيه اللي بيحصل حوالينا في العالم لأن جزء كبير من الموضوع أن الناس مش فهم إيه اللي بيحصل وده مهم إن احنا نقول لهم الموضوع مرتبط دايما في علم الاقتصاد بالعرض والطلب يعني إنت بتنتج قد إيه وبتستهلك قد إيه دايما هو ده التحدي اللي بيقابل كل الدول فخلينا نقول إن في زمن كورونا لما وقف في زمن كورونا في الوقت بتاع كورونا دول العالم الغربية في أغلبها زي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اتخذت إجراءات بالحظر الكل حظر التنقل حظر الإنتاج الشعوب دي توقفت على الإنتاج فأنا بقى عندي شعوب بتستهلك ولكن لا تنتج ده ما كانش ظهر في الوقت بتاع كورونا كان ظهر بس إن أمريكا عندها انكماش اقتصادي بنسبة مينس 8% إن بريطانيا عندها انكماش اقتصادي بنسبة مينس 10% ولكن ما كانش في زيادة كبيرة بتحصل في الأسعار لإنما فيش طلب المستهلك قاعد في البيت استهلاكاته محدودة إنما فور انحصار الوباء لما بدأت راجع الوباء بدأت الحياة تعود لطبائتها بدأت المستهلك يستهلك المنتجات الطبائية كمية المنتجات الطبائية اللي هو بمتعود يستهلكها بدأ يلاقي المعروض منها في السوق قليل هو كان الإنتاج متوقف فبدأ يحصل مضربات على المنتجات الموجودة دلوقتي والله أنا عندي عقدين بس توريد أمح وفي عندي عشر طلبات عليهم فأنا هبيع الأعلى سعر فأنا بالنسبة لي هو ده اسمه التضخم إن أنا فيه في الآخر حالة طلب للمنتجات المعروض من هذه المنتجات هو عدد قليل منها ده حصل لدول العالم بسبب الحظر كلي مصر بفضل حكمة فخانة الرئيس كان عندنا حظر انتقائي إحنا ما توقفناش عن الانتاج إحنا انتقينا الفئات الأكثر تضرورا من المرض زي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وجنبناهم خطر الوباء إلا إن المصانع في مصر ما توقفتش عن الانتاج وده كان لي نتيجة مباشرة إن السوق المصري ما نقصوش منتجات إن التضخم عندنا كان محدود فإذا فيه تضخم حصل على مستوى العالم بسبب توقف الدول دي عن الانتاج التضخم ده إن الأسعار عندهم بتزيد من طبيقة الحال إن مصر بتستورد بخمسين مليار دولار أمريكي في السنة فطبيقة الحال إن الخمسين مليار دولار هيزيد ويحصل فيهم زيادة عشان نجيب بيهم نفس كمية المنتجات اللي إحنا بنجيبها وده كان الوضع الطبيعي لغاية الفترة قبل الحرب ما بين روسيا و أوكرانيا يعني كان متصور إن العالم يحصل له تضخم مصر هيكون نسب التضخم عليها محدودة لإن إحنا كنا بننتج ودليل ده إن إحنا في سنة 2020 عندنا معدل نموه 2.5% 2021 معدل نموه 3.5% خلا بقلك أنا بقول لك أمريكا كان عندها انكماش مينوس 8% مصر عندها 2.5% يعني فيه فرق 15 درجة من الطبيعي إن إحنا نتأثر بتضخمهم بس بنسب محدودة وما لقيه اللي بيحصل في مصر هو ده السؤال اللي شاغل الناس ابتداء من الحرب ما بين روسيا و أوكرانيا بدأ يحصل فوضى إشعات فوضى شائعات بدأت تنتشر الأول بدأت تطول الشائعات دي الأمح بعدين تدخل في السرعة الاستراتيجية بدأت الدولة تشدد الرقابة على عمليات وسلاسل الإمداد اللي في السوق عشان نقدر نجبح جماح الأسعار يعني اللي حاصل إن التجار عندهم ضبابية في الرؤية مش عارفين هل هيحصل زيادة ولا لأ فكل واحد حاول يتخذ إجراءات تحوطية إنه يبيئ المخزون اللي عنده بقى على سعر عشان لما يجي يشتري منتج جديد يبقى ضامن إنه معها سيولة فالدولة بدأت تنزل لهم منتجات وتنزل مواد خامزة اللي حصل في توفير الأمح للمخابز وتوفير الزيت والمكارونة والرز وبدأت الدولة تاخد إجراءات ولكن العالم النهاردة في حرب عالمية اقتصادية ومصر طالها جزء من هذه الحرب الحرب دي بتعتمد على الأخبار المغلوطة والشائعات والقرارات فإحنا من أكتر من شهر بدأ يحصل إشاعات بتنتشر المصريين العاملين في الخارج إنه هتم تعويم الجنيه المصري مرة تانية فسعر الجنيه هيبقى من 20 جنيه ل 25 جنيه وبدأت الأخبار المتضربة دي كم دولار تصل؟ بيتكلموا على الدولار سعر تحويل الجنيه لدولار هيكون من 20 ل 25 جنيه بسبب التعويم دي إشاعة تم الجنيه أصلا معوم سعر الصرف حر وهم بيستنيت دلوقتي للزيادة اللي حصلت دلوقتي لإن ده التعويم التاني أنا هقول لحضرتك أنا ماشي معاك في خطوات علمية وواضحة ده تحليل دقيق وعلمي إن اللي حصل كالقاتي بدأت هذه الشائعة تنتشر للمصريين اللي عاملين في الخارج عشان يكتنزوا الدولار محدش يحولوا لمصر ما تحولش الدولار اللي معاك الجنيه بدأت الشائعة دي تنتقل لمصر أنا شخصيا في خلال الشهر اللي فات سمعت كتير من أصحابي كتير سألوني باعتباري خبير اقتصادي طب نحول الفلوس اللي معانا للدولار المصريين عايزين فرصة للمكسب طب نعمل كذا فشائعة دي انتشرت اللي حصل إن الناس اللي بتشتغل في الاستراد وتصدير بتطلب دولار الناس اللي ملهاش في الاستراد ولا التصدير المواطن العادي بدأ عايز يكتنزوا الدولار عشان يكسب لما السعر يزيد فده كله عمل ضغط على هو دولار سلعة يعتبر سلعة حصل مضاربات هو مش سلعة مش المفروض إنه ده يحصل بس ده نتيجة وان الشهر اللي فات حصل مضاربات ناس كتير بقى عايز تحوشوا الدولار عشان تكسب المعروض من الدولار كان فقط كافي لاستراد احتياجاتنا الأساسية والاستراتيجية يعني أنا بقول للناس مفيش ظرف جديد حصل لمصر مفيش أي تغير اقتصادي مثلا إن حصل عندنا تراجو عشان نقول إنه إحنا الجنيه يتراجع عشرين في المية اللي حصل دي كلها حركة من حركات المضاربات اللي حصلة لإنشاء سوق سودة في مصر لمجموعة من المراكز المالية اللي استحوزت على الدولار في الفترة الأخيرة هو ده بالزبط اللي حصل القرارات اللي اتخاذتها إمبارح الحكومة والدولة المصرية كان هدفها علاج هذه الأزمات يعني على مدى الشهر الدولة لحظة المشاكل اللي حصلة في السوق المصري ابتداء من زيادة الأسعار للمضاربات للإشعاعات اللي حصلت وبدأ التواجه ده بقرارات علاجية يبقى إذن هذه القرارات هي علاج لمشكلة موجودة على أرض الواقع لو فيه شئ بتثبته هذه القرارات إن الدولة ملاحظة بالزبط إيه اللي بيحصل في السوق المصري إيه المعلومات اللي بيتم نشرها وإيه الشعاعات اللي بتحصل فأصدرت هذه القرارات لعلاج هذه الحالة فالدولة قالت إيه رقم واحد أنا عندي مواطن مصري شريف عايز يكسب بيدور على فرصة مكسب هو حاول يكتنز الدولار عشان هو عايز يكسب فالدولة قدمت له مبارح شهادة بفايدة 18% إذا أنت مواطن شريف عايز فرصة المكسب عندك شهادة بنكية بدل ما تحول فلوسك لدولار لا أحولها لشهادة وعندك فرصة مكسب محترمة وقانونية لأن موضوع المضاربة في الدولار ده موضوع غير قانوني ومضر بالأمن القومي ويكون فيه خطوات إقابية شديدة لأي شخص يتواجد أن هو بيعمل في المضاربات دي فدي كانت الخطوة بتاعة إصدار الشهادة بخصوص رفع سعر الفايدة 1% زي ما حضرتك تفضلت البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة بهدف اكتذاب الاستثمار العالمي يعني عشان يبقى الموضوع واضح في حالة التضخم الموجودة في السوق الأمريكي الحكومة الأمريكية عايزة تسحب السيولة الموجودة في إيدين المواطنين فبدأت تشجعهم على اضخار هذه الأموال مرة تانية في البنوك ولكن ده كان ليه أثر مباشر على المستثمرين اللي في الأسواق النشأة اللي زي مصر اللي في الدول النامية أنه فيه جزء منه ما يقول طب أنا روح أستثمر في البنك في أمريكا مسعر الفايدة عنده أعلى فكان لازم أنت بالنسبة لك عشان تحافظ على معدلات التنفسية لك كمصر في اكتذابك للمستثمر الأجنبي تكون بتقدم له نفس فرصة الاستثمار نفس فرصة المكسب عشان المستثمر ما يتحولش ما عندك صح يا دي خطوة ضرورية في توقيت ده فدي كانت القرارات اللي اتخذت في بداية اليوم وللأسف يعني إحنا مصر عندنا دلوقتي جمهورية جديدة فيه خطة شاملة للدولة متربطة ما بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة فكان يجب إعلان القرارات دي بالتسلسل كل جهة بدأت تعلن القرارات المتخزة لعلاج الأزمة إلا أن كل القرارات دي متواصلة يعني فيه اتصال ما بين معدل التضخم اللي أعلن عنه البنك المركزي مرتبط بالإجراءات اللي اتخذتها الدولة لما الحكومة أعلنت عن 13% زيادة للمعاشات لأصحاب المعاشات ابتداء من إبريل يعني إيه أنا كدولة شايفة أن فيه زيادة أسعار حصلة الزيادة دي معدل الزيادة دي 8% معدل التضخم ده 8% فالدولة قدمت لصاحب المعاش 13% فأنت تقدر تستهلك نفس كمية المنتجات اللي انت متعود تستهلكها ويتفضل في جيبك 5% زيادة فإذا أنا شايف المشكلة اللي انت بتقابلها وبقدم لك حلول طبعا المشكلة اللي احنا فيها دي أزمات عالمية يعني النهاردة محدش كان عنده رغبة في حدوث هذه الأزمات بل على العكس مصر كانت بتتطور وبتنمو لو احنا رجعنا لألفين وتسعة عشر الاقتصاد لمصر كان محقق 5.5% معدل نمو وباء كورونا قطع مسيرة النمو عندنا احتفظنا بنص أهدفنا في النمو وقدرنا أن احنا نحققها بدأنا نستعيد تاني معدلات النمو في نهاية 2021 كانت الأجواء في منتهى الإيجابية وخاصة مع عودة السياحة الروسية لمصر ولكن بسبب ظروف الحرب بسبب ظروف التضخم العالمي بسبب الحرب الاقتصادية العالمية يعني يمكن يكون المعلن هو الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا إنها حرب واضحة إنما إن في الحقيقة لأ في حرب اقتصادية عالمية الحرب ديما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بقالها أكتر من خمس سنين في شكل إجراءات حماية عدائية بتتخذها الولايات المتحدة ضد الصين نهاردة الوضع بدأ يتطور في النهاردة تحولاتها تحصل في العالم وفي تغير في التجارة العالمية قد يصبح بالنسبة لنا كمصر مش مطلوب نحتفظ بالدولار يعني يمكن يكون أهدفنا في الخطوات الجاية نحتفظ بالمزيد من اليوان والمزيد من الروبل والمزيد من الزهب لأن الدولار بدأ يفقد الثقة عمد المتعاملين في التجارة الدولية وده بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية في زمن كورونا كانت بتطبع الدولار بدون غطاء نقدي يعني الولايات المتحدة على عكس كل دولة العالم أي دولة بتطبع من عملتها المحلية ده بيأزي سكان الدولة أن معدلات التضخم بتزيد إنما الدولار ما كانش بيحصل كده لأنه مفروض على الأوبك مفروض على منتجين البترول إنهم يسعروا البترول دايما بسعر الدولار فده دايما المحافظ للدولار على قيمة شرائية إنما من النهاردة كل الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية اكتشفوا أن كميات الدولار اللي معاهم ما بقتش تشتري غير نص المنتجات بسبب طباعة الحكومة الأمريكية لدولار بدون غطاء ففي رغبة عند الصين النهاردة أنها تحول مبادلاتها باليوان وفي رغبة عند روسيا أنها تحول مبادلاتها بالروبل الغرب في أوروبا زي ألمانيا ما يقدرش يتخلى عن إنتاج النفط الروسي أو الغاز الروسي بمسائل فيها الخط اللي بيوصل الغاز ده بيتم إنشاؤه فيه سنوات فده مش مسألة النهاردة هم يقدروا يغنوا ألمانيا تحديدا يعني بتستورد كم كبير 30% من استهلاك ألمانيا للغاز وارد من روسيا فمن غير المفهوم النهاردة أنها هتخرج عن التعامل مع روسيا بل النهاردة مع الحظر الاقتصادي اللي على روسيا ألمانيا قد تجد نفسها مفروض عليها التعامل بالروبل مع روسيا إنها تدخل في المنظومة المالية الجديدة اللي تم تأسسها ما بين روسيا والصين بديلا عن نظام السوفت ففيه تغيرات اقتصادية بتحصل على العالم الأمور حقيقي مش مستقرة الجميل في الموضوع إن احنا النهاردة عندنا دولة عندنا رئيس جمهورية بيتابعنا شايف حال المواطنين القرارات اللي اتخذت مبارح بزيادة المعشات 13% زيادة مرتب العامل في الخدمة المدنية 8% زيادة مرتب الغير مخطبين بالخدمة المدنية بتقولي إن الدولة ديها في المجتمع قرارات ما شفناهاش أصلا يا فندم يمكننا احنا متابعين فعلا في العالم كله زي ما حضركم تتكلم فعلا أخبار متعلقة برفع الفايدة لكن ما شفناهاش قرارات متعلقة بالمواطنين يعني ما زال العالم كله بيتحدث إنه الأسعار في تزايده لكن ما زالت المرتبات زي ما هي دي فندم مظلات الحماية الاجتماعية اللي مصر بتقدمها النهاردة بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي يعني كان مهمة عندنا في الإصلاح الاقتصادي إن كان الدعم اللي الدولة بتقدمه للمواطن بيهدر كان بيتفتت في شكل منتجات بتروح لناس تستحقها وناس ما تستحقاش فيه ناس كانت بتاخد بنزين مدعوم وهي ما تستحقوش فالنهاردة الدولة لما عملت الإصلاح الاقتصادي ده نجحت إنها توفر مبالغ هي اللي النهاردة بتقدر تقدمها من خلال تكافل وكرامة من خلال حياة كريمة من خلال زيادة الرواتب وزيادة المعاشات لولا الخطوات الإصلاح دي ما كناش قدرنا نعبر أزمة كورونا أو النهاردة نكافح ونجابه الأزمات والحروب الاقتصادية وتاني لازم نبدأ نفهم المواطن إن النهاردة في حرب اقتصادية عالمية النهاردة هو المقصود مش الخلاف بين روسيا وأوكرانيا على دخولها الناتو لا في حرب اقتصادية كل دولة حريصة على إنها توفر الرفاهية لشعبها كل واحد بيحاول إنه يستحوز على أكبر حصة من التجارة الدولية كل هذه الدول العظمة بتحاول تزود صدراتها بتحاول تفتح أسواق جديدة تستحوز على مصادر للمواد الخام جديدة هو ده هدفهم هو ده هدف الحرب طيب وإحنا بنتكلم عن كل هذه الإجراءات كنا بنتكلم في البداية عن سعر الفايدة اللي وصلت لـ 18% في البنوك الوطنية في بنك مصر والبنك الأهلي كلام ده فات عليه يوم بس وإحنا شوفنا مليارات من الناس راح تعمل بيتم إيداع مليارات 4 مليار جنيه 4 مليار جنيه في يوم واحد 4 مليار جنيه ده بيقولك إن في حالة في رغبة عند المصريين إنهم يستثمروا في ناس مصريين معهم سيولة بالجنيه المصري وعايزين أوعاية دخارية يستثمروا فيها أموالهم ده اللي كان مبارح والناس ما خدتش بالها منه أهم حاجة حصلت هو التطوير اللي حصل للبورصة المصرية يعني الدولة ما فتحتش القناة فقط قناة شرعية للإدخار في البنك من خلال الشهادة لأ ده كمان سهلت البورصة النهاردة جملة من الإعفاءات الضربية الغير مسبوقة في مصر بشكل مشجع بمنطقة القوة شوفنا اتفاعات في مؤشراته طبعا مبارح البورصة المصرية كسبت 20 مليار فأنا مستعد إن أنا أكسب مزيد طب إزاي؟ ما هو قالي بالحضرتك البورصة دي أول أداة تمولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني فكرة البورصة تعملت عشان لما يكون عندي شاب أو رائد أعمال عنده مشروع بس مشمعاتها موين يبدأ يطرح المشروع بتاعه للاكتاب عليه في البورصة فيلاقي ناس تمول الفكرة فتصبح هذه الفكرة فكرة مربحة ومشروع تجاري فأنا النهاردة النهوض بالبورصة ده هيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ده هيكتزب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري لأن فيه كتير من المستثمرين ما بيحبش يجي يعمل مشروع هو مش عايز يجي يشتري أرض ويبني عليها لو عايز يدخل على شركة قائمة لقوائم مالية واضحة في البورصة بتحقق أرباح عشان يبقى عنده سهولة في دخول السوق وسهولة في الخروج من السوق فأنت النهاردة بتفتح قنوات مختلفة للمواطنين اللي الاستثمار فيها إذا كانت البنوك أو إذا كانت البورصة الدولة مبارح جددت قانون الإعفاءات الضريبية يعني أنا النهاردة لو مواطن عندي خلاف ضريبي مع الدولة من حق أن أنا روح أتصالح وأبدأ أدفع 25% والدولة تبدأ تساعدني فإذا الدولة حتى المتعسر بتساعده زي ما الدولة مبارح رفعت الأجور بنسبة 8% زي ما هي كمان رفعت الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يعني إيه؟ لو حضرتك موظف كنا بنحسب أجرك السنوي وأول 24 ألف جنيه من أجرك السنوي أنت مش بتدفع عليهم ضرائب للدولة النهاردة 24 ألف دول بقوا 30 ألف جنيه يعني حد الإعفاء أول 30 ألف جنيه حضرتك هتكسبهم سنويا هم معفاء تماما من الضرائب وده بيتماشى مع زيادة الحد الأدنى للأجور اللي السيادة الرئيس قدمها للمصريين من حوالي شهرين برفع الحد الأدنى من 2400 إلى 2700 فإذا اللي بتشوفه بيحصل في مصر هو خطة متكاملة بنعالج بيها أوضاع يعني عندنا خطة طويلة المدى اللي هي خطة التنمية المستدامة مصر 2030 ولكن يعترضنا في تنفيذ هذه الخطة ظروف استثنائية الظروف دي وباء كورونا الظروف دي حربة عالمية فيجب علينا أن نكون مرنين المطمئن للشعب المصري في القرارات اللي صدرت مبارح أنه في دولة في دولة درسة شايف إيه اللي بيحصل على أرض الواقع في حزمات من القرارات لتعديل المصار وقد نتخذ مزيد من الإجراءات لأننا في الآخر هذا فيه هو حماية المواطن وحماية المواطن محدود الدخل هي الأولوية لسيادة الرئيس شخصيا وللحكومة المصرية يعني كل القرارات اللي اتخذت مبارح أو على مدى الأسبوع اللي فات بتصب فيه حماية المواطن محدود الدخل خلي بالحضرتك كل ميزة نحن اتكلمنا عنها الدولة قدمتها هي فطورة على حساب الموازنة العامة يعني لما كون أنا أصلا المواد البترولية اللي أنا بستهلكها فجأة الفطورة بتاعت استراضها اتضربت في اتنين فأنا ده بقى عبقى علي جيت قلت لقيت الأمح كمان بسبب الأزمات العالمية ذات فقلت أنا برضو ملزم كدولة أننا وفروا للمخابز بسعر سابت عشان يقدروا هم كمان يوفروا رغيب بسعر سابت فدعيب إيضافي وضيف إليه الأعباء الخاصة بزيادة المعشات وزيادة الرواتب والإعفاءات الضربية كل هذه الإعفاءات والمزايا التي قدمت هي أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة للدولة المصرية واجب على الحكومة قبل ما تقدمها أنها تلاقي لها دخل بديل أنا قبل ما أقدر أقدم ده للشعب أنا كنت محتاجة أن أنا ألاقي مصادر دخل بديلة في عالم النهاردة فيه انكماش اقتصادي في عالم فيه روب من المستثمرين من الأسواق النشأة مطلوب منك أن أنت تقدم حزم دعم وتوفر لها الإمكانيات المالية الكافية دي التحديات اللي إحنا عايشين فيها طيب دكتور أحمد يعني خليني برضو أعرف من حديث ممكن دكتور مصطفى مدوري كان بيكلم بارح قال أنه ما يحدث أوذي الأزمة مش معروف ممكن تستمر لحد إمتى عايز أعرف من حضرتك توقعتك للأيام القادمة توقعتك للاقتصاد المصري وزي ممكن كنا بنتكلم قبل الهوى حضرتك كمان أتحدثت أنك متفائل وأنه سعر جنيه المصري هيرتفع كمان مرة أخرى قدام دولار شوفي حضرتك اللي حصل مبارح ما كانش طبيعي يعني أنا بتكلم بمنتهى الوضوح ولا اللي حصل كان انخفاض يعني مبارح انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ده لا يعبر عن حقيقة اقتصادنا القومي ما حصل لناشنهيار بنسبة 20% عشان عملتنا المحلية تنخفض بنسبة 20% ده ما بيعبرش بقول لحضرتك السنة اللي فاتت عندنا نموه 3.5% فازاي ده يحصل اللي حاصل ده مضاربات في السوق فورا لما المضاربات دي تبدأ تنتهي لما الإشعاعات دي تبدأ تنخصر هيرجع الدولار للسعر الطبيعي بتاعه وهيرجع الدولار للقيمة الطبيعية بتاعته قدام الجنين المصري وده متصور بالنسبة لي في خلال شهر إلا إن فيه أزمة عالمية في حرب اقتصادية عالمية موجودة النهاردة من الصعب جدا على أي شخص أن يقول لحضرتك إذا كان القادم أفضل يتوقعها صحيح أو غير كده إحنا كلنا مش رد بابي يعني ما حدش عارف حاجة في تصوري إن الأزباتات والأيام اللي فاتت يعني إن فيه إجراءات متخزة في خطوات حرب اقتصادية النهاردة كل دولة بتدافع عن مصالحها الاقتصادية ومش شايفهم بيتفقوا بالعكس أنا شايف إن وجهات الخلاف بتزيد لإن كل واحد مصالحه الاقتصادية بتظهر أكتر يعني في بداية الأزمة إحنا كنا فاكرين أزمة سياسية إنما النهاردة المصالح الاقتصادية ظهرت الخلاف يا جماعة هو خلاف اقتصادي وما ظنيش إن أي طرف هيبدأ يتنازل عن مصالحه الاقتصادية النهاردة مصر محطوطة في اختيارات صعبة العالم النهاردة بيعاد تشكيله في الحقيقة كان الله في عون القيادة السياسية المصر فتصوري وأنا مواطن عادي إن الأمور صعبة جدا على مصر وعلى كل دول العالم لو إحنا عندنا نصيحة نقولها للناس الإنتاج نستمر في قطة الإنتاج نستمر في الإنتاج المحلي نستمر في العمل هو ده حمايتنا الوحيدة وإن شاء الله كل الخير لمصر إن شاء الله إذن هي أزمة عالمية لدخلنا بها على الإطلاق ده مش بإدينا ده أزمة اقتصادية أو حرب اقتصادية عالمية لكن بما إن مصر جزء من الاقتصاد العالمي فطبيعي إن هي تأثر في نفس الوقت الحكومة خادت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من تدعيات هذه الأزمة الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري شكرا جزيلا لك فإن شرفتنا ونورتان شكرا لك